اشتركوا في القناة 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 وذلك قيمة المصرفات المخصصة للضيافة والهدايا الخاصة بطاقم التحكيم المنط بإدارة لقاء الزهاب في نهاية دورة أبطال أفريقيا بين الأهل والترجي متمنينا التوفيق للنادي الأهل العريق وتفضلوا بقبول فاق الاحترام والتقدير واللوجو بتاع بريزنتيشن وسارئ طبعا من محررات سابقة صورة توقيع الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وحطوا وعمل فوتوشوب يعملها أي عيل في تلتة بفدائي لكن هنا خلينا أقول لكم أنا توصلت مع الصديق العزيز عمر وهبة المدير التنفيذي لبريزنتيشن النهاردة وبالصدفة البحتة وأنا بكلمه جات له مكالمة من تونس الإزاعة التونسية هيوا خش علينا بالمستند الإزاعة التونسية عايزة تكلمه عن ما تردد بشاء الخطاب المنتشر على السوشيال ميديا إنه بريزنتيشن قدمت 200 ألف دولار للنادي الآلي قيمة رشوة التحكيم وأعتقد كان عنده خدم عاد معهم أو حددوا معاد الساعة 3 العصر بقى تقريبا لإجراء المداخلة واتفقت معاه إنه حيدينا الرابط بتاع المداخلة لكن يبدو إنه ما تمكنش من تسجيلها بس اللي أنا قدرت أتوصل إليه مع المدير التنفيذي لي بريزنتيشن 3 أربع نوعات يورولكوا قد إيه الخيبانة فاندي ده تافه قوي أو عبيض رقم واحد الشركة يعني اللي قاله المهانس عادل ده المفترض يكفي جدا إنه ما فيش حد بتفع على رشوة بورق مكتوب رسمي ده بافتراض إن الناس دي هتتصل للمستوى الأخلاق المتدني اللي السيدته عايش فيه بس كمان رقم واحد الشركات هي بتتعاقد مع بعضها بتسمي مين الطرف المنود بيه التوقيع والمرسلة لما الأهلي جالوا جواب قبل كده من صلة في تهديد سابق لفسخ التعاقد كان ممضي بإسم واحد تاني فالأهلي رد عليهم لو تفتكروا قال لهم جالنا خطاب عليه أوراقكم لكنه ممهور بتوقيع شخص غير المعتمد لدينا قلوا لنا ده صح ولا لا فرجعوا بعد كده قالوا لا وكملوا لغاية لما حصل اللي حصل بعد كده اللي نقصده إنه في مثل هذه التعاقدات الأطراف عندها أسماء معتمدة هي بس اللي من حقها تتخطب بينه وبين بعض فيما يخص علاقة الأهلي الأهلي لما بيبعد جواب أو يستقبل جواب ليس المعنى بالأمر اعتمادا هو رئيس النادي المعتمد قانونا ولائحيا وفي العقل مدير النادي المدير التنفيذي للنادي السيد محمد مرجان فدي مبدئيا ألشت من هذا المزور رقم اتنين المنوط به مخاطبة الأطراف المتعاقد معها من قبل هو المدير التنفيذي عمر وهبة مش محمد كامل ألشت منه التانية بس هو مستهدف الشخصين هو المزورة فاندي مستهدف الاثنين هو قالك ما اتعد محدش حي يتوقف النقطة المهمة التانية اللي أنا عرفتها من عمر وهبة أنه هم كشركة عندهم فونط للكتابة معتمد يعني أي واحد فيهم لو بص على الوراء يقول لك لا مشتبعنا ليه؟ قال لي لا إن احنا عندنا الفونط متغير فونط معتمد في الكتابة مفيش محررات رسمية تطلع بالفونط إلا بتاعنا ويصعب ويستحيل تقليده أو تزويره فبالتالي لأول وقت يقول لك لا فيك تزوير في النصوص الإنجليزية والنصوص العربية عندهم فونط معتمد والفونط غير فونط الفونط شكل الحرف حريس يدي بكلمة كبيرة كده عشان تتقلل أيوة بالضبط رقم ثلاثة وده الأهم لو الراجل ده مش مزور والجواب ده صحيح المفروض يروح فين وده اللي قاله عمر واهب قالك احنا من ناحيتنا الإدارة القانونية بدأت التعامل مع الأمر لأنه المفروض اللي عنده جواب بيقول إنه رسمي بهذا الشكل بنرجوه كلنا يروح للنيابة هو كده عنده عنده مستند في وقع التزوير هو ليه بعته للإعلام ما بعتهش للجنة الأولمبية ووزارة الشباب ليه؟ يبعته لأي جهة قانونية مختصة تحق فيه لكن يبعته في السوشيال ميديا ويبعته لتونس يبعته لتونس عشان الأرض المحروقة بقى يحرق الأرض بين الأهل وبين الترجي عشان يحرط ضد الأهل عشان يشوه أي فوز للأهل وعشان يبلغ على الأهل لدى الرأي العام التونسي فيحصل اللي يحصل بصوا الدناءة والمستوى المتدني في المسئولية إزاي أنت بتكهرب جوه بين بلدين وبين ناديين بينهم مباراة شديدة الأهمية والحساسية تقوم تزور هذه الورقة وترميها على السوشيال ميديا عشان تتفاعل وتنتشر وتحقى أغراضك المريضة لو كانت ثمة حساب أيام أزمة الجزائر ما تكرر الأمر اليوم لكن لكن اعتاجت طبعا بريزنتيشن لما الأمر بالذات يتعلق بالجانب التونسي احتاجت أن تطلع بيان تقول فيه تؤكد شركة بريزنتيشن سبورت صراع الكرة المصرية والشركة التسويخي للنادي الأهلي أنها دائما ما تترفع عن الرد على أي اتهمات باطلة أو تفهات لا ترتقي إلى حد الرد عليها ولكن ومع حساسية المباراة المقبلة للنادي الأهلي الذي نفخر بشراكته في نهاية دور أبطال إفريقيا أمام شقيقه التراجي التونسي ونظرا لإلحاح العديد من الجماهير في مصر والوطن العرب وإفريقيا بضرورة الرد فإننا نؤكد أننا فوجئنا بنشر خطاب ملفق على صفحات السوشيال ميديا يتعلق بشكل أو بآخر للشركة وتلك المباراة الحماسية والحساسة وعليه فإن شركة بريزنتيشن تود توضيح الآتي واحد الجواب مفبرك جملة وتفصيلا ولا ينتمي إلا مخاطبات شركة بريزنتيشن سبورتس الرسمية اتنين أي مخاطبات تتم بين الشركة وأحد شركائها أو الأندية والمؤسسات التي تتولى رعايتها يكون ما بين المدير التنفيذي للشركة السيد عمروهبة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة وفي حالة الأهلي فهو العميد محمد مرجان فعليه فإن من حاول التولفيق يجعل المخاطبة بين السيد محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والكابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خانه الزكاء تماما هو مش خانه الزكاء أنا بفتح قوسين بر الجواب هو بس لسه متدايق من الجوصة لا هو بس عمروه بينبهه قال له مر الجواب أنت بتزور زور صح لا يوجد أي حسابات للشركة على الإطلاق في البنك المذكور بالخطاب المفافرك ودي بقى الحاجة التانية أنت موديني الجواب لشيك صدر من بنك أنا مليش حساب فيه العبيد كمان يعني برضو مش مستكمل حتى تحرياته ومحاولاته لا هو بيحاول يعمل عيار يدوش وخلاص لا توجد أي معاملة بتدفق مالي بهذا الرقم بين الشركة والنادي الأهلي خلال تلك الفترة لأي غرض كان ولا تتم معاملات دولارية من الأساس بيننا وبين النادي الأهلي الأهلي مش نادي أجنبي عشان بريزنتيشن الشركة المصرية يجوز لو صلة كنا نتكلم على شركة أجنبية هتدفع له بالدولار الرقم الصادر الموجود على الخطاب لا يمت للشركة بالصلة ولا يوجد في دفاترها الرقم الصادر اللي حطوه هو أي رقم لأنه المطلوب تعبئة الجماهير الغلابة لا وفي تونس أكتر مننا والرأي العام في تونس العقد المبرم بيننا أصلي في تونس مش هيتحققهم كل ده أيوة العقد المبرم بيننا وبين النادي الأهلي مغلق بالدفعات التعاقدية ما لهمش عندنا فلوس وليس بي أي أعمال طارئة أو خدمية أو استضافات أو هدايا يعني الدفعات موجودة في العقد بالضبط مفيش حاجة براها وعليه بتقول بريزنتيشن فإننا نؤكد على كل من يحاول إيقاظ فتنة من أي نوع بأن عليه الإبتعاد عن نطاق عمل شركة بريزنتيشن سبورتس التي تعمل بكل مصداقية ونزاهة واكتهاد حتى تحافظ على قيمة المؤسسات العظيمة التي تشرف برعايتها والشراكة معها وعلى مكانتها كشركة رائدة في الاستثمار الرياضي في مصر والوطن العربي وعلى مثير الفتنة أن يمتنعوا لا أن يحاسبوا ما فيش كلام يعدي كده ونبي الجماعة المراضي والله العظيم التلاتة إحنا فيه ظرف لا يحتمل مثل هذا العبس وعدم المسئولية والغل اللي بيخلي يحرق كل حاجة يعني ده وصل يعني عارف اللي بيحط مخدرات في جيب وعن يبلغ عليه أي يعني مستعدين يعملوا أي حاجة أي حاجة يا جماعة هذا وضع خطر وللأسف التولز بتاعتهم الأدوات مجموعة من الإعلامين كرسوا حياتهم لهذا العمل لما كنا بنقول الأهل مخترق كنا خايفين من اللحظة دي كنا خايفين من هؤلاء اللي هم دلوقتي بيبص اسمهمهم بكل همة مدير البرامج اللي كان هنا بيطلع يقول إيه انت حكيت لحكاية آآ أستر عليهم بيقول الرضا عبد العالي أستر عليهم أستر عليهم يا رضا ده كان مدير برامج في قناة الأهلي وكان يقدم علنناه إعلام رئيس مجلس الإدارة ولما كنا بنقوله الوضع الخطر ما تدخلوش عندك يشوف أسرارك إيه أنت بتعملك ده ليه فالمسألة خطيرة وانا قلت حيبان لما المشهد يتغير حتشوف خطورة الناس دي هتعمل إيه ابتدى مش ابتدى من النهاردة ده من حوالي ستة شهر الخطورة بين ده من قلت ترجمة نانسي قنع فلا ترجمة نانسي قنع اشتركوا في القناة